من جهته هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن توقف بلاده تدفق النفط عبر خط الأنابيب الذي ينقل الخام من شمال العراق للعالم عبر أراضيها بما يمثل ضغطا إضافيا على قليم كردستان شبه المستقل بسبب الاستفتاء على الاستقلال وجاءت تصريحات أردوغان بعد فترة وجيزة من تصريحات لرئيس الوزراء ابن علي يلدرم قال فيها إن أنقرة يمكن أن تتخذ إجراءات عقابية تتعلق بالحدود والمجال الجوي ضد حكومة إقليم كردستان بسبب الاستفتاء ولن تعترف بنتيجته